اشتركوا في القناة جميلة جدا الموضوع بيشغل الناس كتير زي ما قلنا قبل كده الموضوع بيكبر معنا المتفاعلين بيكتروا معنا الناس اللي بيحبوه بيكلمونا كتير في الموضوع ان هم عايزين ينشروا شغلهم بيفروعوا كلها لان احنا عارفين ان الهندماد مش كوريشي خيوط بس تيريكو بس لا احنا عندنا خرز عندنا زلط زي ما قلنا قبل كده عندنا خيوط على القماش بنكتب وبنرسم على القماش عندنا يعني مساحة كبيرة قوي من الهندماد النهاردة حابة موضوعنا نتكلم فيه كده يعني نتكلم فيه اكتر هنجيب معنا او الضيفة اللي معانا النهاردة ضيفة مشهورة مشهورة جدا على الفيسبوك عندها جروب كبير جدا الضيفة دي الميزة او الحاجة الجميلة اللي خلتني ان انا حب قوي قوي انها تكون معايا انها عاملة جروب كبير جدا وتبزل فيه مجهود جبار مش عشان تبيع ولا عشان تسوق علشان تساعد الناس الضيفة دينا لما اتكلمت عليها المرة اللي فاتت قلت انها ما بتشتغلش يعني قلت انها مش بتشتغل لا حقيقة الغلطة دي كانت من عندي انا والنهاية تلعت بتشتغل كويس جدا وبتشتغل احسن من اي حد بس هي بقى مش من هوات انها تبيع وتسوق او كلام ده هي عاملة الموضوع هواية في بيتها وعيلتها وبتساعد ناس كتير وبتعلم ناس كتير معنا النهاردة الاستاذة اللي الناس كلها مستنيها النهاردة حنين دياب طبعا اهلا بك يا حنين اهلا بك طبعا هو اسمها الحقيقة اميرة بس شهرة بقى واللي الناس كلها عارفينه على الفيسبوك اللي اسمها حنين دياب اهلا بك اهلا بك نورتينا السلام الحاجات الحلوة قوي اللي انت عاملها لنا دي هنتكلم عليها طبعا بس احنا نحب دلوقتي تعرفينا بنفسك اه العبد الفقير الى الله قبيرة اجمل واحدة اسلام يا رب وحبايبك كتير والناس متفاعلين على الفيسبوك الحمد لله ده فضل من ربنا يعني انا ما كنتش متخالة الموضوع يبقى كبير قوي كده لما تطلع معنا الحمد لله وهتكبرلنا الدنيا كده والمسنجر شغال والوص شغال عشان عايزين يشوفوا حني اسلام يا رب الله يخليك يا حبيتي احنا في البداية كده قبل ما نتكلم بقى معيك احنا عاملين مسابقة على الجروب بتاعنا كل جديد الجروب ده احنا لسه عاملينه مبارح بس مبروك الله يبارك فيك ان شاء الله سنجح دايما يا رب الله يخليك يا حبيبتي الجروب احنا عاملينه علشان نساعد الناس مش اكتر مش دايما اي حد بيقول احنا مش عايزين حاجة من الناس غير ان هما يساعدوا بعض عملنا مسابقة صغيرة والحمد لله نكحت وطلعنا في خلال كام ساعة دول خمس ست ست اعضاء بكل واحد بصورة حلوة قوي قوي من شغله واحنا عايزين ننزلها على الشاشة علشان في البداية كده نقول الاستاذ الاستاذ محمد مصطفى اسماعيل بيشتغل من الشجر خشب الشجر بيعمل الحاجات دي وبينحتها حاجة حاجة حلوة جدا انا اول مرة شوفها طبعا احنا بنحييه كلنا على شغله جميل وان شاء الله يبقى معنا في حلقة من الحلقات باذن الله ده اول فايز معنا معنا كمان الاستاذة جوري ياسر الصورة اللي هي بعتتها النمبرح دي بصراحة عجبتنا وعجبت ناس كتير جدا يعني عاملة شنطة مدرسة من خط المكرمية ومعها الزمزمية حلوة او بنحييها على شغلك ما شاء الله شغلي جميل جدا ان شاء الله برضو تبقي معنا في حلقة من الحلقات معنا كمان الفايزة التالتة الاستاذة صفاء محمد حامد عاملة حاجات بالخارز وبالدليات يعني كفاية دي وشنطة طحفة ما شاء الله على افكارك وابداعك بنحييكي معنا كمان معنا كمان الاستاذة هبا عبدالوهاب شغلك حلوة او يا هبا ومبروك ان انت فستي معنا وصورك الناس كلها شايفاها هي الف الف مبروك وبحييكك جدا على شغلك جميل اه وكمان معنا مليكة محمد بتعمل حاجات حلوة وبتعمل حاجات برضو مجهولات بتتلبس اكسسورات وحاجات حلوة قوي قوي بنحييكي انتوا كده فستوا معنا بنحييكوا على شغلكوا وان شاء الله بإذن الله تكونوا موجودين معنا في حلقات تانية كده خلصنا المسابقة بتاعت النهاردة وعايزين بقى نشتغل على المسابقة الأسبوع الجاي ان شاء الله نكمل بقى مع الاستاذة حنين ولانا بقى احكينا كده موضوع الجروب بتاعك تسعير أعمال الكوريشي يا جماعة الجروب تسعير أعمال الكوريشي الأصلي اللي هو فيه يعني دخلين الحمد لله على 300 ألف الحمد لله والله يا فكرة الجروب أصلا يعني أنا الفكرة جد بطريقة يعني منتها البساطة أنا كنت قاعدة كنت بالليل قاعدة كده بكلم واحدة صاحبتي في تليفون اسمها نادا قلتلها ايه رأيك يا نادا أنا عايزة أعمل كذا كذا قلتلي خلاص تمام يلا عملي وأنا معيكي وحلوة قوي ونساعد الناس وتبقى فكرة مميزة عملنا الجروب ولا مرة الحمد لله نزلت الجروب عند حد ولا اي حاجة هو سبحان الله بقى يكبر لوحده بقىنا نساعد بعض بقىنا اللي عارف حاجة يقولها هو كان في الأول تسعير بقى بعد كده ناس تعمل ورش وناس تساعد وبعدين لقيت إنه ما شاء الله الموضوع وسع طيب أنا عايزة بنات معي أنا مش قادرة أشيل لوحدي ما شاء الله الجروب كان كبر قلت يا جماعة من يقدر يشيل معي جت بنت برضو معي اسمها ولاء ولاء سليمان قعدت معي فترة كبيرة وبعدين بعد كده جم بقى بنات تانين وباسم الله ما شاء الله معي معي في الأدمن أكتر من 15 بنت وبعدين في حاجة عايزة أقولها أنا معي من ضمن الأدمن كمان فئات كتير أنا معي دكتورة من ضمن الأدمن يعني الأعمال اليدوية مش مش بتكفر على سناء يعني حد بيشتغل سناء مش زي من الناس فكرة إن هي حاجة كده اللي مالوش شغلة مثلا لأ يعني عندك معي من ضمن الأدمن دكتورة ميرفت دي دكتورة صيدلانية عندك ومن جميع بقى البلدان يعني عندك فيه فيه أدمن السعودية مدام هالة اسمها لولو عندك كمان تاني اسكندرية يعني كمان مش من مصر بس ده من كل الدول لا معانا آه معانا في دول كتير آه الحمد لله بنبقى عايزين تسعير ماشي عندي أدمن لبنانية جيسي أردنية أريج ماشاء الله حتى في مصر في 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 جميع المحافظات وجميع الفئات العمرية يعني أنا عندي فئة من الأمجرومي عندي أماني عادل وعندي أروة أروة دي بنوتة لسه متخرجة السنة دي الناس كتير فاكرين أروة بتسعر الأمجرومي بقى الأمجرومي ده اللي هو فن من اللي هو المجسمات العريس اللي معمولة بالكروشي أنا شايفة أنه فيه بدأ الموضوع ده ينتشر قوي ينتشر جدا وإن شاء الله برضو أنا برضو من مكاني هذا أتمنى أن واحدة من المحترفين قوي قوي بتوع المجرومي يكونوا معنا كده في حلقة ونعرض بس العريس على فكرة أنا بصي من كتر ما الحاجات دي بتتعرض عندي في الجروب بقى عندي شغف فظيع بي هنفسي أتعلم العريس دخلت دخلت أكاديمية ماشي نوتلا أكاديمي دي مخصوص عشان تعلم بس أنك تعملي العريس أنا شايفة على أنت ورسيني صورة عاملة عروسة بصرحة أستاذة زينب بسم الله م شاء الله أستاذ زينب القاضي بصي عارفة بتعمل عريس عالمية يعني مش 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 والله ما نتمنى أنها تبقى معنا في حلقة من الحلقات يا ريت والله لما تنزل معصناها في كويت بصي بيعملوا شغل الأمجرومي ده عالمي يعني هي بتنظم معارض برا عالمية مش مصرية بصي إحنا كمان عايزين حاجة يعني إحنا عايزين الناس اللي هي بتشتغل بإتقان دي يعني أنا بكلبك على الجروب بتاعك اللي هو الجروب كبير جدا ومحترم جدا وبيساعد الناس جدا ودي مش شاهدتي لأن أنا حاكيت لك على وقائل كده بين الجروب في الأول بس أنا بعز الجروب ده جدا وبحترمه لأنه بيساعد كل الناس الحمد لله وأنا يعني أنا طبعا عشان أنت كمان بتسادي وأنا بحاول أساعد الناس اللي بيشتغلوا عمد ميد فإحنا عايزين برضو نعمل حاجة كده إنه الناس دي نحاول برضو إيه نعلم يعني حد منهم يطلع يشرح إيه هو الأمجرومي بتعمل إزاي خامته إيه إيه كلام ده كله إحنا بندعو للناس اللي عايز يطلع معنا إحنا ما عندناش مانا إن شاء الله أحسن حاجة في الكروشي إنه بقى دلوقتي في فروع كتير وفي حاجات إنتي ممكن تدخلي بيت كله بقى مداخل في كل حاجة في البيت يعني الأمجرومي المفارش شونط المدرسة شونط الخروج اللبس إكسسوارات في البيت دريم كاتشر دلوقتي بتتعلق كل حاجة في البيت بقت بيدخل فيها الصناعات اليدوية الكروشي دايما أقول إن الكروشي ما بيقتصرش على فئة معينة بالعكس ولا على فئة معينة ولا على فرع معينة أنا عندي كبان في الجروب ماهوش ماهوش كروشي وبس فيه كروشي في تلكوه فيه مصنوعات جلدية فيه رسم فيه حاجات كتير قوي كل ما يخص الهند ميد موجود كلنا بنساعد بعض اللي بيقدر يعمل حاجة بيساعد بها غيره مش خلاص اللي هو عدوك بنقرك لا الكلمة دي مش موجودة عندنا في الجروب نهائي بسي أنا إحنا برضو يعني إن شاء الله بعد الفاصل إحنا هيتطلع فاصل دلوقتي بعد الفاصل هنتكلم برضو في موضوع مساعدة بعض وإن إحنا عايزين نسلط الضوء ونحل كل الناس اللي بتشوفنا والناس المختصة بالمواضيع دي عايزين نسلط الضوء على الهند ميد لإن ده كنز عندنا وإحنا مش حاسين دي آه والله فعلا هنطلع فاصل ونرجع نتكام تقول لنا أنت بقى كده عشان برضو بحكم خبرتك تكلمينا بقى عن أفكارك واقتراحتك في الموضوع ده نطلع فاصل ونرجع تاني اشتركوا في القناة بتجعنا تاني بعد الفاصل مع الأستاذ حنين دياب ونكمل كلامنا عن الهند ميد ومشاكل الهند ميد عايزين بقى نعرف إيه المشاكل الأبلاتيك بقى في الجروب طبعا عايزين كده يعني أكتر حاجة ممكن تكون قابلتك والناس بيشتكوا منها وبيطلبوا بقى منك حلول بحكم بقى أنت خبرة ومؤسسة الجروب وعندك بقى دراية بالمواضيع دي كلها بصي هو أنا أكتر مشكلة أكتر مشكلة بتواجهني في الجروب لما واحدة تطلب تسعير قطع ويدخل أي بنت من البنات بتقول لها إيه بصي إضرابي تمن الخط في اتنين أو إضرابي تمن الخط في تلاتة دي أكتر مشكلة بتتعبني نفسيا يا جماعة الخيط له أسعار كتير مختلفة فيه فيه خيط مثلا ممكن يكون الميت جرام فيه بسبعة جنيه وفيه خيط نفس الوزن أو نفس كمان شكل الفتلة بس طبعا إيه بتختلف في الماتريال وإن ده توركي وده صيني أو 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 دي بتبقى بسبعة ودي بتبقى مثلا بتلاتين أو باربعين هضرب الخيط ده في اتنين واضرب الخيط ده في اتنين كده شغل الإيد هيبقى فيه عدل مفيش عدل يبقى خلاص الكلمة دي كتير حربتها كتير وارجع برضه لاقي ناس تاني بتقول أليممكن دي أكبر مشكلة أنا نفسيا بتواجهني في هم سمعين بقى أه الله يبقى لكم بلاش كلمة إضرابي في اتنين دي خالص في حاجة كنت حابة أقولهاي لك من مكاننا ده إن فيه مشروع بفكر فيه بقى لي سنة عايزين بقى نسمع الفكرة الفكرة دي حد قلتيها قبل كده خالص طب الفكرة دي حصري والأستاذة حنين هي بتقولها عشان تبقى فكرتها عشان لو حد تاني يعني تبقى كده الفكرة موثقة وبتاعتنا إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا وفي البرنامج بتاعنا فكرت إزاي مظهر كل البنات اللي بيشتغلوا من بيوتهم بيعملوا فن بيعملوا فن راقي عايزين يبانوا طب نعمل إيه طب ما فيه شركات كبيرة زي شركات شركات المحمول عندنا أربع شركات كبار في مصر عندنا شركات مياه غازية كتير ليه ما فيه شركة تبنى منهم الإعلانات اللي بتعملها بما بلغ ضخمة إن احنا نعمل عالم أو شعار الشركة كله بالهند ميت بير كروشية كامل شعار الشركة يبقى شعار كبير جدا يدخل بيه الشركة تدخل بالشعار ده مثلا جينيس ماشي وعندك كمان إن يبقى أنت من ناحية كمان عملت ساعدت وظهرت فئة في المجتمع كبيرة جدا محتاجة للدعم ماشي الموضوع هيبقى من جميع الجهات حلو ليهم وللبنات اللي بيشتغلوا هند ميت وتبقى أنت صلطت الضوء عليهم وبرضو لنفسك عملت دعاية وعالم كبير قوي قوي للشركة تعمل هند ميت وحاجة تفضل طول العمر نفسي حد يتبنى الفكرة دي نفسي حد إن إحنا كلنا نشارك كلنا نشارك في عمل واحد آلاف السيدات يشاركوا فيه دي حاجة نفسي أعملها نفسي أحل أو أساهم في حل مشكلة التسويق لإني دي مشكلة بتقابل البنات كتير جدا دي حقيقة كل اللي داخل بيشتكي ومشكلتنا التسويق يعني مش بيقولوا التعليم مش بيقولوا الخمات لا التسويق عندنا شغل عالمي والله عالمي يعني من الحاجات اللي أنا عرضتها بصراحة حاجات قيمة جدا عالمي والناس مش عارفة تشتغل ومش عارفة تبيعها فين ومين اللي يشتريها دي محتاجة تنظيم شوية ومحتاجة أفكار وبهدين في حاجة تانية كمان يعني في مشكلة كانت بنت كتبتها على الجروب حتى كتبتها من غير اسمها الحقيقي وقالت يا جماعة أنا يعني مش كيلي دي أصرت فيها قوي يا جماعة أنا لما عملت جروب بيع وأهل جوزي شافوه وكده قاعد يقولوا لي إيه ده أنت إيه تبتعمليه ده هو أنت لازمت كأنها بتعمل حاجة عيب لا ده الهندميت فن فن أنت فنانة زي اللي بيرسم لوحاته ده فن وإدباع مش أي حد بيعرف كمان يعمله مش أي حد بيعرف في طلع حاجة الناس كلها بتتبهر بيها لا أنا لا يحترم أنت بتعملي حاجة هندميت بتعملي شغل بتعملي بتجيبي بقرة خطيت تطلعي منها آلاف الأعمال حاجات تحفة تحفة فكلنا ردنا على البنت لا طبعا ده أنت تفتخر بحاجة زي دي أنت تفتخر أنك أنت فنانة وبتعملي عمل حلو بتعملي حاجات حلوة فنانة يعني ما تتحرجيش وما تتكسفيش منها بصراحة يا البنت طبعا يعني الحمد لله لقلت أنت ريحتوني لأنني كنت ببطل بفكر أبطل أن أنا أعمل والموضوع يعني موضوع الهندميت ده موضوع كبير جدا وإحنا محتاجين إن إحنا نسلط على الليده أكتر من كده وطبعا إحنا وقتنا خلص بسرعة وإحنا شايفين الحاجات الجميلة اللي أستاذة حنين عاملاها الحاجات دي والله يبصني للبيت وقتنا خلص بسرعة للأسف وعايزينك في حلقة إن شاء الله تانية تكوني معنا علشان الكلام ما خلص والاقترحات ما خلصتش وشغلك الجميل ده ما خلصش وبنقول يعني أنا سعيدة بوجودها معايا النهاردة وأنا عارفة أني ناس كتير جدا مبسوطة هستنى كومنتاتكو بقى وكلامكو إيه رأيكو في الحلقة بننهي الحلقة النهاردة وعدت بسرعة جدا زي كل الحلقات واستنونا إن شاء الله في الحلقات الجاية هيبقى معنا هند ميد إن شاء الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر